لنقل الدم اليوم بش نحكيه على دور هذا المركز في نقل الدم في الرقابة على الدم من خلال المصالح المختصة باعتبار الدم مادة أساسية في حياة البشر و بش نعرف كل ما يتعلق بهذا المركز الرحب سيحميدة اسلامة المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم مرحبا بيك سيحميدة أهلا وسهلا شكرا كل مستمعين شكرا على الاستدار كذلك الدكتورة جيهان لفقي السايبي هي طبيبة ومسؤولة بالمركز نعم مسؤولة على الوحدة القرية بالمركز وعضوة بوحدة الاتصال بالمركز ويجبنا نحسه بالتبرع بالدم هذا ضروري لأنه قد ما تحسس قد ما تحكي قد ما تقول قد ما تطلب كذلك أو ديما يبقى شوية أكيد أكيد وإحنا ديما نفرح وراوكي تعيطنا الإذاعات ولا تلافذ خطر هذه هي الفرصة بشحنا نقربهم من المواطن نحسوه ونعودوا نذكروه خطر ديما يجبنا نذكروه بأهمية التبرع قد ما تقولوا مش تستنوا في بعض الأحيان باش عايتو لكم أنتو ما حسوهم بوجودكم وبعض هولهم برامجكم واتصلوا بالصحفيين وبالتالي يكون هناك تكامل بينكم وبيننا أكيد أكيد احنا موجودين لهذا لغرض سيحميدة المركز الوطني لنقل الدم ما هي أحواله في الوقت الحاضر؟ الحمد لله لبس معناها نحاول باش نقوم بوجبنا نحاول باش نلبي حاجيات المرضى من الدم ومشتقاته في القطاع العام وفي القطاع الخاص كما تعرفوا في تونس ما عناش قطاع خاص في نقل الدم وهذا المشرع التونسي معناها من سنة 1982 حتى معناها باش يحافظ على أخلاقيات التبرع بالدم باش ما يقعش بيها ميولي اشتجارة أخلاقيات التبرع بالدم هذا موجود في العالم كل ولا في بعض في بعض البلدان موجود وفي بعض البلدان فم قطاع خاص وبالتالي معناها كل ما يدور ويتمحور حول القطاع الخاص في ميدان نقل الدم من بيع وشراء وكذا وهذه ضد الأخلاقيات الإنسانية يعني تحصل فيه تجاوزات فيه تجاوزات فيه بيع وشراء وعليش الدول هذه تسكت عن هذا؟ اختيارات احنا المشرع التونسي باش نقولوا ميدان نقل الدم والدم المعدل الحقن ينظموا قانون مارس 17 مارس 1982 إن لواء بالتالي نظمت القطاع هذا في كل ما يتعلق بصحب الدم البشري المعدل الحقن في كل ما يتعلق بتحذير الدم البشري واستعملوا جاءت بعدها بعدة نصوص قانونية من قرارات سيركولار لكل هادم باش نظموا وفسروا محتوى القانون بتاع 82 بالتالي نقولوا معناها ميدان نقل الدم مقنن في تونس ومحكم معناها تنظيمة بتاعه محكم وفيه رقابة فيه رقابة فيها على كل المستويات معناها رغم لا ممكن تصير بعض التجاوزات ما ننكروش مي ما هي نوع التجاوزات مثلا لا لا معناها التجاوزات واحد يمشي يسرق دبوزة لا 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 يسرقش مياه كما نقول ما نسمحوش مثلا باش واحد يجي يخلص متبرع اي صحيح معناها التبرع التبرع بالدم معناها يجب يكون توعي بدون مقابل عفو توعي بدون اي مقابل القانون التونسي يعاقب على الشي هذا اي بالتالي هذا معناها منظم بالقانون دونك هذي معناها واحنا حارسين باش التجاوزات هذي ما تصيرش كل ما نعرفوه لا ما عندوش مثلا عائلة ما عندوش اجنبي في تونس ما عندوش عائلة معناها شكون يتبرع له كذا احنا المركز يحاول باش يقوم يلبي الحاجيات هذي معناها باش من نلزوش الناس باش تمشي تقوم بالغشية هذي ولكن صارت برشة مرات من عشرات السنين ننذكر هنا في الاذعات انا نفسي قريت برشة بلغات حول التبرع ضرورة نطلبوا من المواطنين باش يتصلوا بالمركز للتبرع بنوع الدم اا بوزيتيف كذا كذا هذا يأكد وقتها انه فما فقر فما حاجة اكيدة لمريض تجر عليه عملية جراحية وقد يموت احنا والله سيلاحبيب نستغل الفرصة هذي ومذابية معناها باش نأكد على الاساس الاذعات معناها تتصل بالمركز قبل ما تعمل اعلانات هذي لا هي الاعلانات تجي من عندكم كانت ما انا تعونا نتكلم على الحاضر الوقت الحاضر معناها لقعدين اللاحظوا فيه اي مواطنين يتصل بذعم الاذاعات ويعمل ندال التبرع الدم تلقاه موجود في المركز وثاني حاجة معناها باش انت تعمل بلاغ للتبرع يلزموا تحذيرات الناس باش تجي يلزمها الاستقبال يلزم فيه رقباش تسحبك الدم يلزم تحاليل الدم معناها ما هوش نحيه تو باش نعطيه تووله المريض وكذا فما خدمه وراه تجزءه وتحاليل وكل ما يدور حول التبرع علش فيه برشه مرات نتذكره انه المستشفى يطلب من اهل المريض انه هما يمشيوا ويجروا ويجيبوا الدم هذا يصير احنا تو كأنها استقالة من المركز او من المستشفى لا لا احنا باش نكونوا معناها واقييين اليوم في تونس معناها اذا كان ناخد سنة الف معناها الفين وثلاثة وعشرين المركز معناها السنة الماضية المركز الوطني امن ما يقارب على مركز تونس خمسة وثمانين الف تبرع في سنة الفين وثلاثة وعشرين على مستوى وطني امن ما يقارب ميتين وثلاثة واربعين وثمانمائة تبرع على مستوى وطني معناها المركز الوطني بالمراكز الجهوية كما قلت معناها ممكن نعطي فكر على منظومة نقل الدم في تونس باش نستفى مش نية المنظومة تحتوي على المركز الوطني تابعته خمسة مراكز جهوية اثنين منها جاميعية اللي هي مركز سوسة وصفاقس وثلاثة مراكز غير جاميعية اللي هي جندوبة، قفصة وقبز الى جانب المراكز الجهوية هناك خمسة وعشرين بنك دم داخل المستشفيات بالتالي المواطنين ينجموا يتوجهوا للمراكز هذية وبنوك الدم هذية الكل باش يقوموا بعملية التبرة دون كل الى جانب ذلك الى جانب ذلك ما ننساوش المركز العسكري هل هو زادة يعمل تحت اشراف وزارة الدفاع ويقوم بعملية معناها صحب الدم المركز العسكري لنقل الدم يتبع المستشفى العسكري ولا لا لا واحده هو في رسطابيا ما تابع وزارة الدفاع ما هوش تابع وزارة الصحة هذي المنظومة الكاملة لا قاعدة تقوم بعملية صحب الدم البشري وتجزئته وتحليله وكل ما يتعلق بذلك نعم سيدة جيهان لفقي سائبي الطبيبة والمسؤولة بالمركز فم تفاعل متع المواطنين من خلال مباشرتك للمرضى يعني للعمل هذا كيفش ترى توينسا؟ والله احنا توينسا راننا كورة مية على الاخر عنا حب العطاء موجود موجود في التوينسا ونشوفوه ياسر كنشوف وقت فلسطين مثلا نس كل تحب تتبرع بالدم ونس كل تطالب وليت هي الطالب باش جي وتعطي الدم لذلك التونسي في طبعه من داخليا كريم كريم يبقى انه احنا يلزمنا نمشير له كما بعض البوخدان اكيد لكن مهم شو مش نكون اشتردهم لكل مثاليين والله يريد عليش قلت لك وقت اللي تحس ثم ظرف تلقى هبة كبيرة ساعات مش ساعات هو اكثر منطاقة المركز واكثر منطاقة المراكز الموجودة دونك احنا نعرف اللي تونسي بطبعه كريم يبقى كيفاش هذي بش احنا يزمنا نحاولو هالكرم هذي الى حاجة فعلية وانو ميجيو يتبرع كما كان يحكي سيسلام احنا نتجبت على التبرع للعائلة هو صحيح احنا عنا التبرع للعائلة مع انتوه هذي عليش على خطر من ناحية اخرى التبرع التلقائي يبقى نقص دونك مضطرين احنا انو نقص 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 نطلبوه من العائلة بيش تحضر هي جي و اكثر عباد زادت نجم تكون حاسة باهمية التبرع هو اللي عندو شكون مريض في العائلة ساعات تم عباد تجي تتبرع سواء من وزع ديني خطر تقولك انا صدقة على بدني واحد يقولك هو بطبيعته يحبي يعطي و يخمم في العباد كما نقوله مع انت انسان كريم بطبعه و ثم ناس تعديت عليها ظرف خليها تولي تتأمن بك الثقافة دونك الحقيقة تونسا مو مش خايبين احنا نحب التبرع و قادرين انو نعملوا ما احسن ان شاء الله بالارقام ما يمكن سيسلام يزيد يأكد انو احنا تقريبا لو كنزيدوا مية تبرع في اليوم على نطاق الجمهورية احنا جمو نخلطوا الاكتفاء مضطرين بالطريقة اللي احنا نخدموا بها نطلبوا المساعدة من العائلة اي سيدة جيان كل تونسي كل مواطن قادر انو يتبرع بالدم من الى في العمر مثلا مش كل تونسي قادر انو يتبرع مش كل تونسي ثم شروط هذك عليش هو تبرع مقنن اي وهي دي ما نقوله احنا عملية امنة مؤطرة في نطاق طبي يعني لماذا يتبرع لابد ان يخضع لفحص طبي اكيد هي في مركز معانتها طبي ومن طريق يتقوم بها فريق طبي الانسان اللي يجي يتبرع هو انسان يزم يحس في روحه ان يكون في صحة جيدة العمر من بين 18 و 65 سنة الراجل اللي نجم يتبرع لا فوق ال 65 ما يتبرعش لا احنا وقتها نعفي وهي يزم يكون قام بالواجب قبل ان شاء الله يكون نعطاه قبل ما يكفي بش لا احنا واجب لا احنا واجب احنا كما تقول نصعاول صحة نداوي وصحة المريض وكما تقول زادا نفكر في صحة المتبرع حتى تبرع فيه روتريت راومان فيه شيخوخة لا نقولو شيخوخة لكن يرتاح الانسان نورمال ما اللي من 18 حتى ال 65 يكون عطاه ما يكفي من الدم لو كانوا عنده ثقافة هذية من الصغرة اكيد يعني بش يكون قام بواجبه اكثر متوجاه المجتمع وعطاه ما يكفي قداش نسبة المتبرعين على امتداد مثلا ثلاثة عقود مثلا ثلاثين سنة تقريبا يعني من خلال تقيقكم ومعرفتكم بالميدان اللي يتبرعوا يعني نسبة الناس اللي يتبرعوا ديما يعني النسبة مرضية ولا الدون المأمول هو المنظمة فقط نكمل بغابور للشكونهم اللي يتبرعوا دونك الانسان اللي يحب يجي يتبرع يزمي يحس روحوا في صحة جيدة ويبقى بعد تالي تقييم للطبيب اللي هو بش يباشروا ويخليه يتبرع ولا لا الراجل النجم يتبرع خمسة مرات في العام والمرأة ثلاثة مرات في العام بين تباعد بين تبرع وتبرع شهرين يا لا ما ونتو ما تحبوا على المساوية لا خاطروا ظروف صحة المرأة هي اللي ظروف فيزيونوجية المرأة تجيب الصغار والمرأة تتعدى بظروف شهرية دونك موزيدة بالحق وصحيح تناسوا في ذايدوا قحنا نشوفوه وقت التكريم تع المتبرعين نلقاوا بارشانسي اللي هم رغم اللي يتبرعوا ثلاثة مرات في العام أقل نجمو نلقاوهم في نفس المرتبة هم رجال في التكريم قديش ناس تتبرع بالنسبة احنا المنظمة العالمية للصحة تطلب انه يكون ثمى 3% من 2% لكن 3% تقريبا نحنا اللي نتمنىوه من المتبرعين من وسط المواطنين الكل ماذا معناتها معناتها بش نجمو نخلطو الاكتفاء الذاتي اذا كان 2% من المجتمع يتبرع احنا نجمو نخلطو الاكتفاء ذاتي لكن تونس بطبيعتها بلاد فيها تقدم طبي دونك حاجيتها اكبر من دول اللي هي هذية كلاسي دول نامية معناتها البرصانتاج هذية مجعول للدول النامية كيفاش قلت لي تونس معروفة بتقدم تقدم الطبي احنا عنا نعملو برشة عامليات صعيبة مع انتها دول النامية نغم المهم ما هيش في ما هيش كلاسي معها دول كما اقولوا ما عندهيش طب متقدم تونس طبها متقدم اكبر من حجمها واكبر من موقعها يعني برغم الشكوى والمشاكل والنقص في الادوية وتداهور البنية الاساسية في مستشفياتنا ومستوصفاتنا صحيح اما تونس متقدمة في الطب تونس تعمل لك غيف تونس تعمل العمليات الجراحية على القلب وعالمخ دونك هذية كلها تستحق بارشة دم دونك تونس في غيه تعتبر بلد نامي وكي تقيمها المنظمة العالمية للصحة تقولك تحتاج 2% لكن الواقع يقول انه تونس محتاجة اكثر من هكاكة نعم نجمي اكد لك يمكن سيسليما العداد كما كانت تقول دكتورة جيهان المنظمة العالمية للصحة معنا ناخذها كما تقول هي كروبير تقولك في البلدان ذات الدخل المتوسط مثل تونس اذا كان 2% من المتبرعين من السكان يقوموا بعمل التبرع البلد ينجم معناها يسدد حاجياته متدم ومشتقته لكن احنا اللحظناه صراحة معنا اذا كان ناخو نقول 12 مليون تونسي بالتالي نعمل الحسابات نلقاه حاجياتنا تدور في ميقارب 240 الف تبرع احنا اليوم الساعة قتلك 23 حققنا ميقارب 243.8 تبرع بالتالي نجم يقوله معناها عن الاكتفاء الذاتي لا على مستوى واقع احنا مباشرين ونعرف نقول نسبة التداوي في تونس خير فما تطور تبي كبير كما في القطاع الخاص ولا في القطاع العام ونسبة تداوي كبيرة بالتالي حاجياتنا اكثر وتقرب للبلدان المتقدمة بالتالي معناها شخصيا معناها نقصينا معناها نقوله اذا كان نزيد نطور نوصله الـ 270-280 الف تبرع نزيد وخمسين الف تبرع في السنة نكونوا مرتاحين خير اذا في الوقت الحاضر احنا نقصين تبرع اليوم نحيوه معناها كما تقول على مستوى الجمهورية في 650 تبرع يومي 650 تبرع كل يوم يوم اذا كان نوصل نعمل 750-800 تبرع نزيد بتاع مية يومين 150 يومين نكون نخدم مرتاح واللبي بصيفة مرتاحة حاجية فماش تفاوت بين الجهات احنا بين المركز الوطني خاطر معناها نعمل كما تقول التداوي في تونس والعمليات المختصة وكل ديمة المركز بتاعها تونس بالسؤال قطاع العام ولا في القطاع الخاص بالتالي معناها كما قالت احنا عملية زرع كبد مثلا ونفتخر بذلك معناها زرع الاعضاء في تونس وكالي يقولون ان فم عملية زرع الكبد معناها على الأقل عشرين واحدة الدم يجب انها تكون حاضرة معناها تنتلق العملية من هذا بالتالي فم عمليات اللي هي مستهكة وبصيفة كبيرة للدم التفاوت معناها احنا الفم معناها كما تقول تواصل بين الجهات خاطر المراكز الجهوية والمشرعة التونسية حتها معناها تحت غيطاء المركز الوطني بالتالي نتفاعل ما بعضنا اذا كان عندك نقص ولا عندي نقص ولا بنجيب من قابس ولا بنجيب من قابس ناخذ من بعضنا ونفس المؤسسة صحيح بالطبيع معتبارا ويرجعوا إلى المركز الوطني والمشرعة التونسية حتها معناها باش اختار الخارطة هذه باش يغطي حاجيات كل تراب الجمهورية وباش تكون الحاجة قريبة للمواطن في اي مكان من الجمهورية اذا المراكز هي كما قلت سحميدة سوسة سفاقس جندوبة قفصة وقابس وفما مراكز في بعض البنوك دم البنوك دم داخل المستشفى معناها تقول 25 بنوك دم شنو الفرق بين المركز والبنك للمواطن معناها لا يسمع فينا المركز الجهوي ولا المركز الوطني عنده الامكانية باش يقوم حملات تبرع بالدم خارج المؤس البنك الدم يخدم وانتراميروس داخل المستشفى صحيح الكيس اللي يتبرع بيه المواطن قداش الحجم وقداش نسبة التبرع في المرة الواحدة احنا علميا ناخده تقريب 7 مليليتر على كل كيلوغرام تقريبا الكيس هو في حدود 450 مليليتر من فوتوش المنية المدة زمنية متاعه حتى يبقى صالح يوضع في الثلاجات اكيد اكيد وثمى طريقة حفظ سواء للدم الاحمر اللي احنا نقوله اللي هو يتحط في الثلاجات وثمى الصفائح اللي هي في الهواء مع انتها تقعد والبلازما اللي هو احنا نجمدوه ونستحفظو عليه والمدة المدة تختلف كيف حسب النوع يعني احنا الانسان كيتبرع متبرع برك رو هو كأنه تبرع بثلاثة تبرعات خطر الدم هذيك يتم تقسيمه الى دم احمر بلازما وصفائح هذو كل تجزئة منها الدم هذي هي باش تمشي الحاجة معينة اللي نقصوا دم احمر ياخذ الدم الاحمر دونك هي قادر تبرع واحد انه ينقذ ثلاثة ارواح متاعبات المدة المدة زمانية مثلا الصفائح خمسة ايام وبعد يتلف ما يخلط نطلف احنا وما نخلط نطلف نظرا للحاجة نحن نحكي عليها اطلف موجود اذا كان بأكيد اذا حاجة خرجت على ذات متاع السلوحية متاحة مفروغ منها احنا في مركز طبي يعني نجموش انتلاعبوا بصحة المواطن احنا معناها كما تقول ديما نحاول باش نقدر الحاجيات لانا الساعة قلت لك المركز الوطني مثلا اليوم الحاجيات بتاعنا اليومية من مركز الكويرات الحمر بين 250 و 270 واحدة يوميين نهارة لما نلقاهم يلزم نحرك كما يقول السيران دالعام ونعم معناها ما يلزم نقوم به باش نخذه والسوفيحات حاجياتنا اليومية فيما يقارب 150 و 170 واحدة بالتالي احنا مقدرين حاجياتنا ونعمل باش نحضر معناها كما تقول وما نخليش لاشيات تتلف لثقافة المستمع شني أنواع الدم الموجودة توا ظهر للمستمع والدون سيئز مو يكون يعرفهم هي مختلفة أكيد معنا تعانى بالبوزيتيف والنغاتيف معنات الإيجابي والسلبي عنا البي الاب الو والنغاتيف يعني هما أربعة أنواع فيهم الإيجابي وفيهم السلبي فوزيتيف ونغاتيف وفما أنواع نادرة في العالم أكيد تم أنواع عند نسبة قليلة من السكان من البشر وفما أنواع نادرة وذلك يجعل ساعات حاجتنا مثلا الو نغاتيف اللي هو متبرع عشان تسعة في المئة تسعة في المئة عند الشعب التونسي يعني 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 يعطي للناس الكل هذك عليش حاجتنا له كبيرة خطر يقدر في حالة استعجالية والإنسان مثلا جروبه مش معروف النوعية الدم مش معروفة أول جروب تنجم تعطيه هو الو نيغاتيف سيدة جيان الرياضيين يتبرعوا بطبيع هذكم عبيد نعتبرهم في صحة جيدة يعني فيهم نسبة باعتبار أنهم يتمتعوا بصحة جيدة معناها هم قبل غيرهم باش يتبرعوا لا ولا كيف كيف لا مش قبل هي عمل طوعي احنا نرجع يعني يجب يكون عندهم ثقافة التبرع وندعوهم من خلال يبدأ رياضي كما لعب البارح مع الملعب التونس يفاز بكأس تونس مشكلة فينا هذا كي يجري ويعمل في معنى تدريبات رياضية وأصغر مني هو التبرع بدم باش ما نحسوش أنه كأني عملية صعبة يعني احنا قلنا أنجان عمره 18 سنين نجم يتبرع يعني الرياضي أكيد هي حاجة مش باش تقلقوا باي وش كون يتبرع أكثر الأغنية ولا الفقراء أصغر جيان جاوبني بسراحة اللي قلبهم أغنى اللي قلبهم أغنية واللي الناس قلبها كبيرة خط الغنية مش بالفلوس فما أغنية قلوبهم فقيرة النجم يكون لكن احنا ديما نتجه للناس اللي قلوبها أغنية سواء كان مكتوبها معبي ولا مكتوبها فير وهي ثقافة سيحتي احنا نتجه للناس الناس اللي عندها ثقافة التبرع غني ولا فقير معناها يجي ويمد ذرع وباش يتبرع ويعرف راه يفهم حاجة كبيرة للدم وكما تقول احنا حاجياتنا يومية مش اليوم نحينا 250 ولا 300 يقولوا سيئعا يومية ومتواصلة كل يوم يعني العمل يلزم متواصل يومين وهذه هي الصعوبة في الميدان هذا معناها ما نقفوش عن تحد هاو دخلنا 500 واحدة دم ونقفو عن لا متجددة الحاجيات متجددة صحيح سيلاحبيب رد على سؤالك هو ريت الغني والفقير واللي عنده واللي ما عندوش كل تحتاج دونك الحاجة هذية للدم هي حاجة ما عندوش لا علقة بإنسان غني لا يسكن في تونس لا يسكن في المنار لا يسكن في بلاسة باية لكلنا ما نعفوش على رويح نهار منهارات نجم ونحتاجه هذيك عليش هو عمل إنساني هو عمل مساهمة في هالمجتمع هذية الإنسان يصدق على بدنه ما يعرفش على روح نهار ينجم يحتاج وممكن زادة أحنا في معناها كما تقول الاخلاقيات التبرع من جملة الاخلاقيات الانونيما لنفرق لنفرق بين غني بين فقير بين مسلم بين مهوش مسلم بمعنا ما يتحط في بطاق تعريف متبرع بالدم متبرع بالأعضاء نحن فما التبرع بالأعضاء والتبرع بالدام اللي تحط في بطاقة تعريف والتبرع بالأعضاء لكن النجم في بالي في بطاقة تعريف فما عباد يحطوا الجروب صنغان فصيلة الدم إن شاء الله بالطبيعة نقول ما نحتاجوش للدم لكن هذه حاجة فيما قلنا حاجات متواضحة حاجة موجودة حاجة موجودة فما مرضى معناها فما مرضى خلاص لا ناس مولودة بالعاهد هذه شهريا وكل ثلاثة أسابيع يزمن عملية نقل الدم ومن الجميعيش كم بذك إلى جانب ذلك إنسا لا تولد إلى جانب ذلك وتصير الحوادث وأنا ديما نبه في عدم الإفراط في السرعة احترام إشارة المنوت احترام القوانين السيئر ولكن فما لي ما يسمعش مع كاميرا الأسف ما يسمعوش هلا غالب نشوفه فيهم يوميا اليوم برك الصباح ونجاي خمسة دع صباح الناس تحرق في الضولة أحمر ربي يهدي سي الحبيب هو راهو التبرع بالدم نحن نشوفه ساعات المرضى خاصة يحسوك بحاجات يمكن ما تجيش لبالك عندما تم مرضى مثلا مرضى التالاسيميا الي هما ناس يستحقوا الدم تقريبا كل أسبوعين يعني حياتهم مربوطة بك التبرع تقول لك المريضة إنك يبدأ كيس الدم ينقص وحياتي قعدة هكا ترجع فيها الروح نقعد نغذر لك الكيس ونسأل شكون الإنسان اللي وراها الكيس هذا يعطاني الدم هذية يعني هي هتبرع هذية ماشي من إنسان متجاهل إنسان في حاجة كبيرة لي هذيك عليش هو حاجة مهمة برشا حاجة أنا نعتبرها مقدسة نتمنى وأنه ناس كل تكون واعية بالأهمة شكرا لك سيحميدة سلامة المدير العام من مركز الوطني لنقل الدم وشكرا أيضا سيدة جيهان لفقي السايبي تبقوا معايا بش نعطيك كلمة بعد شوية لأنه عندي موعد مع السيد رجدي كواو الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية السحلين معتمر باعتبار أنه البلدية هذه تحصلت على جائزة أنظف بلدية وهذا حاجة أنا لول نتحم سلحة سي رجدي صباح الخير يومك سعيد صباح الخير في الحبيب مرحبا